مبارح نقلنا لحضراتكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وكان عندنا قناعة شخصية كده من جوانا أو كلنا كمسؤولين كنا قاعدين بنتفرج على المباراة كل المسؤولين كل زميل اللي قاعدين وراء كل الناس كانت قاعدة تتفرج على المباراة مبارح بجد كنت تحس هنا أن صالت الدكتور حاسب هي جنبنا بالمناسبة صالت الدكتور حاسب مصطفى تحس أن هي كانت هنا النهاردة مبارح كله كان قاعد بيتفرج كابتن هيسم السعيد المجموعة اللي كانت موجودة كلها كل الناس الأسادزة اللي وراء الكاميرات الأسادزة اللي بيعملوا كل حاجة كلهم كانوا قاعدين بيتفرجوا وكلنا كل ما بص في وش حد يقول لي لا إن شاء الله هنكسب يا كابتن ما تقلقش كلنا هنكسب ها هنكسب وكسبنا والحمد لله اللي جاي هو الأصعب اللي جاي هو كيف تحافظ على الأربع بطولات اللي فاتت لقدر الله خسارة النادي الأهلي للدوري هتبقى صعبة ولكن في نفس الوقت لا احنا كلنا متأكدين وكلنا وثقين خسارة النادي الأهلي في كرة السلة للدوري هتبقى صعبة وفي الكرة وفي كل حتة وفي كل وقت لكن أنا أقصد أنت خدت أربع بطولات كاملة في كل حاجة خدت كاس وخدت بطولة عربية ولعبت الاتحاد السكندري ولعبت الزمالك ولعبت الأندية الكبيرة والجيش كل الأندية كبيرة ومحتربة لكن أنا أقصد اللي دايما فيها تنافس لعبتهم وأندية كبيرة وكل حاجة ولكن قدرت تتغلب عليهم وقدرت تفوز عليهم وقدرت تصل أن أنت تفوز على كاس مصر تفوز بكاس مصر في ظل أن أنت كان عندك ناس بتحاول تتاري عليك حصلوا معي على التريفون يعني أنا معرفهمش طبعا لكن أنا متأكد أنهم متأكد مليون في المئة أنهم بشجعوش ند الأهلي ولا بشجعونا دير التحاد السكندري مية في المية مليون في المية مش مية في المية ما عنديش مشكلة أن أنا أشوف فاللي أنا بقوله أن الناس كلها كانت مستنية خسارة الأهل المبارع ما تفهمش ليه ما تفهمش ليه مع أن على فكرة إحنا بنلعب كرة قدم أنا آسف كرة سلة إحنا بنلعب رياضة يعني ده اللي أنا أقصده إن إحنا بنلعب رياضة لقدر الله تغلبت ما بقى زعلان ومدائق كل حاجة ولكن بصح أخطائي علشان وهو ده اللي حصل في السنين اللي فاتت إن أنا شفت إيه الأخطاء اللي عندي إن أنا عندي مجموعة لعبين جيدين كانوا محتاجين مدير فني بإمكانيات معينة وبمستوى معين جبت المدير الفني اللي أنا شايفه يمشي معايا كنادي أهلي وحصل وقدرنا فعملنا مع مجموعة اللعبين مع وجود مدير فني مع دارة نشاط رياضي جيدة ووقفة وراء الفريق ووراء كل الفرق الرياضية مع مجلس إدارة بينفذ للعيبة اللي موجودة دي كل اللي هم عايزينه خلاص توكع على الله شوف شغلك الراجل بيتمرن الناس بس بيشوف شغله دنيا ماشية الأمور كويسة سلام مية مية برافو عليك هذه هي الرياضة بالمناسبة وهذه هي الإدارة الرياضية هي بسيطة بس مش أي حد يعرف يعملها عارفين اللي هو يقولك إيه الأصعب حاجة في الدنيا اللي هي أسهل حاجة التمريدة السهلة إحنا دايما كان المدربين يقولون إيه إلعب اللي قدامك أسهل حاجة الكرة السهلة البسيطة هي أنت تحس إن هي سهلة وإنت قاعد بتتفرج ولكن هي صعبة جدا 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 على المنافس صعبة جدا 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 على المنافس عشان كده شابوه يا كابتن خطيب شابوه المحمود الخطيب ولماذا بقول كابتن خطيب يبقى بقول مجلس إدارة بالكامل فالحقيقة حاجة جميلة جدا كابتن خطيب الأستاذ العمري فاروق الأستاذ خالد مرتجي الأستاذ طريق أنديل الدكتور محمد شوقي كان موجود مبارح كابتن حسام غالي محمد الدماطي اللي كان موجود مبارح برضه محمد سراج الدين محمد الجرحي مي عاطف كل المجموعة أنا ما باجأ أقول أو مش هاقد أقول العصر الأحضار فبقولي كابتن خطيب لأنه مجلس إدارة بالكامل يستحق كل التحية هو أنت كل اللي أنت عملت أقوله ده إسلام وبتاع علشان بطولة سلة لا مش عشان بطولة سلة علشان منظومة نجحة نموذج المنظومة النجحة المفروض أن احنا نشوفه في كل المؤسسات الرياضية